احب الناس الموضوعيين اللي هم يعني هو زمال كاوي الراجل ده حتى نقاع وكان مسؤول عن نشاط الرياضة وعضه مسؤول دلوقتي من قيادات الزمالك التي تديره ولكنه عندما يتحدث زي الكابتن محمد جبريل بتاع بيتكلمه بيتكلمه الصح طارق جبريل بيتكلمه الصح وبيتكلمه اللي فيدي الناس مش اللي يستخدمون في التحفيل والغازة والأخبار المتفابريكة اللي تؤدي إلى نوع من المفاوضة في العلاقات ودي مسؤولية الحقيقة فأنا يعني وحييه على الشجاعة دي اللي ربما بعض المتشددين يزعلوا منه فيه اتطلع بالدفع عن الراجل محاولة مبارح وإحنا بننقل الحفل اللي هو بكر سليم بعت الرسالة فيها قد من الحب والتقدير والاحترام وربما الغيرة من اللي هو شايف وحتى هو قال كده يعني استخدم بعض الألفاظ تخص زي مالك لكن انبهاروا دهشته بالمستوى اللي فيه الموصفين يا أستاذ إبراهيم الناس اللي فهم مرياضة الناس اللي مش عايزة تدغضغ مشاعر العامة بيتكلموا على كل شيء طيب يحصل قدامهم عشان يقولوا نفسنا نعمل كده مش ان احنا نكسر الكويس عشان نبقى كلنا يعني في الحتة دي ما هديه مدرسة اللي قالك يعني ينوقف زي مالك ينوقع على الأهلي دي مدرسة دي مدرسة عايزين نوقع مش عجالة الاسهل ايه انك تكسر اللي أصعب انك تبني طبعا فهو ماشيين في انتجات تكسير بنجاح بنجاح في ايه مع اللي بيحبوا هزا اللغة لكن النادي اللي قالي بيقاوم هزا الكلام ده كله ايه بانه قدم النموذج الناجح مرة وراء تانية وراء التالتة بشكل مبير يجبرك علينا كده تقول لا يا جماعة بقى ماينفعش كده الناس دي بتشتغل صح الناس دي محتربة قوي الناس دي ليه عاملة كده وإحنا عاملين كده بس والناس دي عايزة تطلع فاصل هيطلعوا فاصل بقى أنا عملهم يطلع فاصل